اشتركوا في القناة وذلك لمتابعة سير عمليات الاستكشافات النفطية والخطط الموضوعة في هذا الشأن إلى جانب الاطلاع على مراحل تطوير حقل البحرين واستعراض جهوزية مشروع منصة الغاز الطبيعي المسال وقد وجه سمو لأهمية مواصلة العمل بجهود مضاعفة للوصول للأهداف المنشودة بما يحقق رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين وفق المسيرة الوطنية التنموية الشاملة وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء أهمية عمل وزارة النفط والجهات ذات العلاقة من أجل تحقيق المشاريع الحيوية للمملكة وتنفيذ كافة الخطط الموضوعة للاستكشافات النفطية والتي من شانها أن تسهم في رفض العملية التنموية للمملكة التي تصب في صالح الواطن والمواطن وتعزز من ضمان استدامة الموارد التي تمكن المملكة من الاستفادة منها في تحقيق أهدافها التنموية المنشودة واستمرار تعزيز مكانتها التنافسية وتحفيز بيئتها الاستثمارية بما يخلق مزيدا من الفرص النوعية الواعدة ترجمة نانسي قنقر